سلامت يا شباب طرد بن يمين نتنياهو من بلدة مجدل الشمس يبدو انه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وجعت الاسرائيليين بشكل كتير كبير وزير خارجية عم يطلب طرد تركيا من حلف شمال الاطلسي وفد رفيع المستوى من سوريا يزور طهران وكمان وفد رسمي ورفيع المستوى من انقرة يزور طهران هدول العناوين وشوي التفاصيل بحلقة اليوم يا شباب فاذا يا شباب خلينا نشوف التفاصيل كلها تكون شفتوا وسمعتوا الاخبار في الايام الماضية بلدة مجدل الشمس اللي تعرضت للقصف واليوم شافين نحن زيارة نتنياهو الى هذه البلدة وبصراحة يعني اهالي البلدة طلعوا ضد زيارة نتنياهو والكل هتف بشعارات تندد بهذه الزيارة وبالاحرى يعني قلعوا تقلية الهدول بالشوارع تمام يا شباب فبرافو ترفع القبع احتراما لهذه الأشخاص والأهالي طبعا كانوا الاعداد بالمئات طلعوا ضد حسالة المجتمع نتنياهو خلينا نشوف التفاصيل عدد من أهالي مجدل الشمس يتصدون لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو للبلدة نتنياهو وصل الساعة الثانية ظهرا إلى مجدل الشمس للتعزية ودخل من باب الخلفي للمبنى التابع للمجلس المحلي مجرد شيوع الخبر لزيارة نتنياهو للأهالي حشد المئات من سكان مجدل الشمس في محيط المبنى مطالبين برحيله سكان البلدة رددوا شعارات وهتافات تصف نتنياهو بالقاتل والمجرم وقال الأطفال وقتل الأطفال تعوا إلى مغادرة البلدة وزيارة نتنياهو لم تستمر سوى نحو ربع ساعة بالفعل خبر حلو خبر يعني رفع المعنويات إن شاء الله دائما وبالفعل يا شباب يعني شوف خليني أحكي لك التصريح الثاني عن وزير خارجية إسرائيل ندعو طرد تركيا من عضوية تحالف شمال الأطلسي والله ولا بالأحلام ولا بالأحلام من لأنه تركيا تركيا دولة قوية دولة فاعلة دولة اقتصادية دولة كبيرة برئيسها بحكومتها بشعبها هذا الكلام منطقي وواقعي بغض النظر تمام يا شباب اليوم وزير الخارجية عم يطالب هون شفنا بردود فعل الفعل بعد تصريحات أردوغان قال لك نحن دخلنا لكربغ ودخلنا لليبيا وباحتمال ندخل على إسرائيل شوف يمنع شوف يمنع فهون تشوف المسؤولين الإسرائيليين يا شباب صار في عندهم نوع من التخبط كل مسؤول بيحكي الشكل كل وزير بيحكي الشكل عدو الكنيسد عدو الوزارة المصغرة عدو الخارجية الداخلية كله عم يدلي بتصريحات ما أنزل الله بها هم سلطان ما فيه ما فيه تحس فيه تفرقة ما بين المسؤولين كل واحد عم يحكي شكل كل واحد تصريحه شكل وياحل ترى بالأساس بالأساس إذا رجعنا ليش ناتن ياهم ما عم يرضى لا ما عم يرضخ أو بالأحرى ليش ما عم يرضخ لتبادل الأسرى ليش ما عم يوافق كل الأمور كل المعطيات عم يتقلك في صفقة بس ليش ناتن ياهو أصبح منموذ من شعبه هو اللي جاب البل على شعبه هو اللي عمل العماية الفقلة فيزا عملنا تبادل الأسرى وعملنا هدني فهون شو رح يصير يعني رح يقول لك أنه الشعب رح يهدى نخلص شوي من الحرب فرح يطالبه بإقالة ناتن ياهو من رئيس الوزراء من رئيس الوزراء فهون عنده تخبيصات كبيرة ناتن ياهو وكلتنا بنعرف في 7 أكتوبر 2023 كل الناس يعرفوا ذلك اليوم حتى في مسؤولين في صفي إعلامين حكوا أنه هن لهم خبر طبعا نافعين نعمق كثير بالأخبار مش عامل سياسة اليوتيوب وفي أخبار في قيل عنقال ويا جماعة في تخبوطات بتشوفوا مرة مسافر مرة جاي مرة رايح حتى مثنا قلعوا من البلدة من مجدل الشمس واليوم وزير الخارجي عم يقول لك لازم نطرد تركيا من حلف شمال الأطلسي عمري أنت رايحة تركيا دولة كبيرة رابع جيش بالحلف الأطلسي عنده قاعدة أمريكية بتركيا ويا رايح أنت بهذه الزحمة وشو بدك الطالب للطالب وأما الخبر التالي يا سادة الكرام حنا زيارة عدة مسؤولين كبار إلى طهران لتنصيب أو حق تنصيب رئيس إيران الجديد مسعود بزيكتشيان الوفد السوري الوفد جمهورية العربية السورية بلئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إلى العاصمة الإيرانية طهران لمشاركة في مراسم تنصيب في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزيكتشيان ويضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين دكتور فيصل المقداد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو دكتور محمد سامر خليل طبعا هدول الوفد الرسمي اللي رح يروحوا على طهران أو صاروا بالأحلى صاروا بالطهران شفنا صور الاستقبال طبعا هالزيارة مثل ما حكينا لنقل التهاني من رئيس بشار الأسد إلى بزيكتشيان وإلى آخره هون كمان شفنا خبر على وسائل الإعلامة التركية زيارة حكان فيدان إلى طهران أيضا للمشاركة في التنصيب ولعل وعسى يا شباب أنه يصير في أتش مع بين وزير خارجية تركيا حكان فيدان ووزير خارجية سوريا دكتور فيصل المقداد لعل وعسى يصير لعل وعسى يصير هيك شوية احتكاك يعني سلامات بوسات لعل وعسى تكون بادرة خير يا شباب نحن نتأمل خير دائما بين كل الدول المصالح مصالح الشعب أولا وأخيرا كل هالأمور لصالح الشعب السوري فنتمنى الخير أنه يكون فيه بادرة خير للإصلاح وإصلاح الأحوال ما بين سوريا وتركيا طبعا الخبر الأخير يا شباب عن تعزيزات التركية وقواتها بمنطقة غصن الزيتون شفنا خلال شهر الحالي شهر السابع العديد والعديد من التعزيزات والعربات والنقل الجند اللي صاروا بمنطقة غصن الزيتون يعني ترى شو هالتعزيزات اللي رعت على الشمال السوري التفاصيل الخبر يعني أنا رح أعطيك نبذة عن الخبر ريف حلب الشمالي 12 تموز استقدبت قوات التركية عربات عسكرية بينها عربات وحشود لقواعدها كفرجنة في منطقة غصن الزيتون شمال حلب 21 تموز دخل رتل العسكري التابع لقوات التركية يتألف من ست عربات وسيارات مصفحة عبرت معبر باب السلام الحدودي مع تركيا وتوجه رتل إلى النقطة التركية الواقع بقرب بلدة مرمارين بريف مدينة عفرين ضمن منطقة غصن الزيتون هل ترى التعزيزات لمن لمحاربة مين ضد مين مع مين الله أعلم خلال أيام القادمة رح نشوف هذا طبعا خلال الشهر السابع كل يوم كان في التعزيزات في جنود في آليات عما تدخل الأراضي السورية يا هل ترى أكل حال خلال أيام القادمة رح نشوف التفاصيل عن هذا الموضوع هذا فيديو إن شاء الله إنه العجاب كل يوم يا شباب بظلوا بخير والسلام عليكم رحمة الله